ليش خلنا نقول يعني بهذه الحالة رواتب الوزارات السيادية تفرق عن باقي الوزارات صح يعني رواتب خلنا نقول نفط مالية دفاع كهرباء كهرباء هل تعتبر سيادية تسمى ليش تفرق عن كونا نقول موازناتها قوية تحية طيبة لك ولي ضيفتكم الكريمة ولي مشاهديك الأكارم الأساس تشريع أو البت بقانون سلم الرواتب الجديد هو لمعالجة مشكلة موجودة مثل ما تفضلت البون الشاسع والفرقات بين الوزارات السيادية بين الرئاسات الثلاث إذن هناك مشكلة اللي يخلق هذه المشكلة هي القرارات اللي صدرت قرار مجلس الوزراء لسنة 2014 أعتقد 315 أو 317 اللي خفض بعض الرواتب عدنا قرار لوزارة الداخلية قرار لوزارة أعتقد وزارة تعليم قانون وكل هذه القرارات أعطت امتيازات ورواتب لوزارات ولي جهات بغض النظر عن يعني لأخذ بمعايير محددة حتى يتم هناك وضع سلم الرواتب واضح المعالم ويشمل كل المواطن إذن المشكلة هنا إجاء مجلس الوزراء حتى يعالج الموضوع سلم الرواتب ابتداء من حقيقة هي رأسي خلال طب يش بهذا التوقيت يعني أنا خلي أقول إنه أولا النفط بما إنه إحنا دولة رائعية نفطية فالنفط ليس ملك الموظيفين فقط النفط ملك كل شعب العراقي المشاريع العراقي إجاءنا حتى يعالج هذه المشكلة إنه فقط إحنا عدنا 39 أو 42 و40 مليون عراقي بس الموظيفين فقط 4 ملايين أو 6 ملايين طيب فقط العائدات النفط تذهب إلى الرواتب إذن يجب هنا يكون مشكلة هو إعادة توزيع الدخل بين كل المواطنين ماذا بهذا التوقيت؟